مرحباً أنا الدكتور عامر رشيد أخصائي أمراض القلب والشرين والقسطرة العلاجية اليوم بدنا نحكي عن موضوع كثير الناس بتسأل عنه وهو موضوع الثقوب القلبية أو الفتحات القلبية طبعاً عشان نفهم إيش يعني الفتحة في القلب لازم نعرف إيش يوم حجرات القلب حجرات القلب أربع حجرات اللي هم الأذين الأيمن والأيسر والبطين الأيمن والأيسر برضو كمان إذا هنا إحنا شايفين معانا على فحص جهاز الإيكو أنه هنا في عنا هدول الأذينات وهدول البطينات الأذين الأيمن والأيسر زي موجود هنا الأيمن والأيسر والبطين الأيمن والأيسر بكون بناتهم غشاء زي ما إحنا شايفين هنا في عنا غشاء فاصل بين الأذينين وفي عنا غشاء فاصل بين البطينين هلأ هون وجود هذا الغشاء بمنع اختلاط الدم المحمل بالأكسجين بمنع اختلاطه بالحجرة الأخرى مع الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون وبنفس الشيء بالنسبة للبطاينين وجود الغشاء هذا بمنع اختلاط الدم المحمل بالأكسجين بالدم المحمل بثاني أكسيد الكربون فبالتالي الدم المحمد بثاد الأكسجين الكربون أكيد بروح على الرئة ودم المحمد بالأكسجين لازم يروح على بقية أنحاء الجسم لما القلب يضخه الآن الفتحات القلبية والثقوبة القلبية بتكون عبارة عن تشوهات خلقية أثناء مراحل تكون الجنين فممكن يصير عندنا أهم أنواع الفتحات التي سنحكي عنها اللي هي الفتحة الما بين الأذينين أو الفتحات الما بين البطينين هلأ الفتحات الما بين البطينين عادة بتكون صغيرة في الحجم وكثير من الناس بسألوا أنه هذه ممكن الفتحات يتسكر لحالها بنحكي في هذه الحالات الفتحات بين البطينين نعم أنها ممكن أنها تسكر لحالها بالذات في خلال أول عامين من حياة الطفل المصاب بهذه الفتحات اللي بين البطينين إذا ما تم انسدادها وإغلاقها بشكل تلقائي بعد ذلك المريض يجب أن يتوجه إلى خصائط قلب أطفال ويتناقش معه إيش أسليب إنها ممكن تتسكر هذه الفتحات أما بالنسبة للفتحات بين الأذينين هذه عادة ما بتسكر لحالها هذه الفتحات يجب إغلاقها من قبل الطبيب عادة بيتم إغلاقها بإجراء عملية جراحية ولكن مع تطور العلم الحديث صار بإمكان إغلاق الكثير من هذه الفتحات عبر وضع سدادات أثناء عملية القصرة القلبية طبعا بتساءل برضو كمان الناس إنه شو ممكن يكون تأثير هذه الفتحات القلبية تأثير الفتحات القلبية هذه اللي بنحكي فيه إذا تم اختلاط الدم ما بين الحجرات هنا رح تيجي المشكلة اللي بيصير عنا إنه عادة ضغط الدم في الحجرة اليسرى من القلب اللي هو في الأذين الأيصر أو البطين الأيصر بيكون الضغط فيها عالي فإذا كان الضغط فيها عالي بيصير ينتقل الدم من البطين الأيصر أو الأذين الأيصر باتجاه الجهة اليمنى من القلب فبيصير هنا عندنا زيادة سوائل زيادة سوائل على الجهة اليمنى من القلب فبيتساوي يتوسع للجهة اليمنى من القلب ضعف عضلة القلب اليمنى وبالتالي أنه بيصير عند المريض احتباس سوائل بالذات في الرجلين أو في البطن ونفس الوقت زيادة هذه السوائل وعودتها إلى الرئة ممكن تسوي إلى حدوث احتقانات في الرئة لدى الطفل المصاب أو المريض المصاب هلأ طبعا إحنا حكينا بشكل مبسط هنا أنه آلية تشقيص هذه الحالات يتم عن طريق الفحص البسيط وهو فحص الإيكو أو ممكن إحنا كمان نلجأ إذا شكينا بيشكينا واشتبهنا في وجود هذه الحالات أنه ممكن إحنا نسوي إيكو عبر المريء وهذا فحص خاص يتم إجراءه داخل المستشفى نتمنى إحنا دائما السلامة والعافية لجميع المرضى شكرا لكم